أخذ تكتب لنا تقول أنا دارس الشريعة كرهت الإسلام وكل الأديان لماذا تنصحوني مع العلم أنا منقبة غصب عني شلون يعني كيف أتحرر وأنا لا أملك استقرار مادي هي ممكن سوف تسمعنا أنت الثراء الأبدي هذا يعني هذه البداية فنقول لها رجاء أخواني وخواتي كلنا نقول أنت الثراء الأبدي أنت الضوء أنت كل الأكوان الأبدية أنت السلام الأبدي أنت المحبة الأبدية ممكن هي يعني ممكن لا تعرف هذه المعاني أو ممكن تشعر أن هذه المعاني غريبة نقول لها اطمئني هناك فرص عظيمة في حياتك حياتك الآن بدأت حياتك الآن تحررت فقولي معنا قولي حياتي الآن بدأت حياتي الآن تحررت وأعلني معنا قولي أنا الحرية أنا السلام قوليها أنا الجمال الأبدي أنا الفرح الأبدي أنا الإبداع الأبدي ونصلي من أجلها كلنا رجاء مرة أخرى نقول تمتلئ روح وحياة وعواطف أختنا بكل المحبة وبكل السلام وتعيش قوية تعيش ذكية باسم الرب العظيم وبيسم كل زعماء الخير وبيسم كل طاقات الخير وباسم المحبة الكونية وباسم طاقات الكواكب وطاقات الأرض تمتلئ روح وحياة وظروف أختنا بالسعادة وبالقوة وبالإبداع الأبدي إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد بماذا تنصحوني؟ نقول لها تعرفي على الضوء الذي فيك أعرفي أنت الضوء وأعرفي أنت قوة أبدية ادخلي في أعماقك وأعرفي أعماقك هي أكوان من الفرص العظيمة لا ترين الخارج لا ترتبطين بفكر الماضي ظروف الماضي ممكن تقولين ليه؟ ليه أنا هيكي؟ لماذا خلقت في هذا البلد؟ ليه؟ يعني حكم علي بهذه الحياة اتركي هذا هذا كله اتركيه الآن أنت سألتين نحن نجيبك فادخلي أولا إلى أعماقك بمعنى اهدئي يا أختي المباركة اهدئي تحتاجين تقضين فترة من الهدوء ترجعين إلى أعماقك تأتين بشمعة وتباركين نفسك هذا الذي نريدك أن تعمليه تباركين نفسك تهدئين قليلا تحبين نفسك أكثر تسامحين نفسك أكثر لا تفكرين أكثر بالماضي ولا تفكرين بالمستقبل في هذه الأوقات نريدك أن تهدئي وتدخلين إلى أعماقك وتحبين أعماقك وتسامحين نفسك وتباركين نفسك لأن الكون يباركك والكون يملأك بالسلام والكون يملأك بالفرص العظيمة والكون يحبك الكون يريد لك الخير الكون يريد لك الجمال أنك تعيشين بفرص الجمال بفرص الإبداع بفرص السعادة وابدأي إدرسي العلوم الروحية هناك كتب أساسية بسيطة سهلة الفهم نوعا ما سهلة الفهم ابدأي بدراستها أعطيك المصادر قوتك الغير منظورة كتاب جدا مهم وسهل ترجمناه وناقشناه بعمق الكتاب الثاني كتاب حصولك على أهدافك أنت تريدين نتيجة وأنا أقول لك هذه الكتب بعد أن تدرسيها مع بعض المحاضرات وضعنا فيديوهات صلاة تطبيقيها وتدرسين هذه الكتب ومهم جدا أنك تفهميها الكتاب له القوتك الغير منظورة والكتاب الثاني حصولك على أهدافك والكتاب الثالث كيف تعيش حياتك وتكون في حب معاها ثلاثة كتب موجودة هي كقائمة مشاهدة مترجمة وناقشناها بعمق وحقيقة في هذه الكتب بعد أن تكمليها تتعرفين أن لديك كل الفرص الأبدية وحتى هناك طلاب درسوها هذه الكتب وتغيرت حياتهم وممكن تلتحقين معنا لكي نعرف ظروفك أكثر يعني القصة بتاعتك ما بنعرفها حاولي أن تهدئي وحاولي أن تدرسي هذه الكتب مع فيديوات الصلاة العلمية لدينا كثير من يعني الفيديوات المهمة والجلسات المهمة تطبيقيها سوف تتعرفين أكثر هو هذا الذي نقصده أنت قلت مرة أخرى أعوز نصيحة عندما تكملين قراءة هذه الكتب سوف تتعرفين أكثر وتفهمين أكثر أنك أنت فضاءات من الفرص تستطيعين أن تسافري تستطيعين أن تحصلين على المال بالمناسبة تستطيعين أن يعني تغيري ظروفك فيحتاج الفهم ودائما نقول يعني في دروسنا محابراتنا يا شباب أن الفهم مهم في عملية التغيير أخواني وأخواتي الفهم مهم كلما تفهم العلوم الكونية أنت تعرف موقعك من الكون وعندما تعرف موقعك من الكون تتشجع ليه الإنسان ممكن يصاب بالإحباط ما هو سبب لأنه ما بيعرف موقعه من الكون ما عرفت موقعك من الكون أمر مهم جدا فهذه الدراسات تبدأ أنت شأن فشأن تعرف موقعك أنك أنت ضوء أنت قوة وهناك أيضا فيديوهات أخرى تفعيلات يعني هذه التي نسميها جلسات تفعيلات الثراء المالي وغيرها وغيرها موجودة في قناتنا تشاهديها يجب أن تتغير ظروفك ونصلي من أجلها كلنا الآن نقول نعلن أن ظروفها تتغير هيك نقول رجاء رجاء باسم الرب العظيم باسم الطاقات الكونية العظيمة وباسم الحب العظيم وباسم السلام العظيم وباسم طاقات الورود وباسم طاقات الأشجار وباسم طاقات الماء وطاقات النار وباسم طاقات الملائكة هذه الأخذ تتغير كل ظروفها وتمتلئ بالخير تمتلئ بالثراء المالي تعيش ال�ثراء المالي وتعيش صحة أبدية وتعيش الحرية فنقول لها كلنا يا شباب أنطلقي باتجاه حريتك ويكون عندك إصرار أنك تقوليها قولي أنطلق باتجاه حريتي يكون عندك هذا الأصرار أنطلق باتجاه حريتي أعيش حريتي أعيش قوتي أعيش سعادتي أعيش إبداعاتي كلنا مرة أخرى شباب رجاء نصلي من أجلها ونقول أنطلق إلى حريتك وامتلي بكل الفرص العظيمة امتلي بكل السلام امتلي بكل القوى الكونية قوى الكون تبارك حياتك يا أختي قوى الكون تملأك بالسعادة وقوى الكون تملأك بالنجاح وقوى الكون تملأك بكل الفرص العظيمة ونفرح معاك أنك تكتبين لنا أنك تحررتي ونحن نرى أنك تتحررين ونرى أنك تنجحين لأن أعماقك هي أعماق الرب أنت خالقة أنت النجاح يا عزيزتي يا أختي أنت القوى أنت السلام أبداً لا تيأسي أبداً هذا اليأس الإحباط الخوف من المجتمع كله ليس حقيقي أنت قوى أبدية نعم أنت قوى أبدية وأنت فكر أبدي أنت حياة أبدية والكون العظيم يباركك الكون العظيم يملكي بالفرص العظيمة آمين 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 يا رب آمين آمين شكراً لكم